وتجميعة جديدة وقوية هذه المرة بمعالجات الجيل الـ 11 من انتل ومعالج الـ i9 واتطبطنا تركيبه أثبتت لنا أداء الجيل الجديد من المعالجات هل هو يسوأ أم لا؟ دعونا نتعرف سوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحكم فيصل السيف انتل أطلقت الجيل الـ 11 من معالجاتها وهذه المرة اسمه راكيت ليك كل مرة يعطوها اسم بحيرة لمعالجات نفسها فهل مرة راكيت ليك جاء بعدها أفضل وأكيد مجموعة تم اختبارها أولهم الـ i9 ولكن دعونا أعطيكم بعض التفاصيل عن هذا المعالج لتقرروا هل هو مناسب لكم أو لا انتم لم تجدوا هذا الفيديو إلا لكي ترى التفاصيل وهذه التفاصيل تبين لكم الأداء وأيضاً قرار الشراء بإذن الله فتابعوني وتأكدوا أنكم لا تشتركوا في التنبيهات لكي تعرفوا جديد التقنية قبل أن تشتروا وتتحسفوا عليها أول شيء بأن الـ IPC في المعمارية أفضل بـ 19% للتوضيح الـ IPC هي عدد الأوامر في كل دائرة معروف أنها تساهم في زيادة سرعة الأداء في المعالج المعالج الرسومي المدمج أداء أفضل بـ 50% هذه قفزة جداً عالية من ناحية أداء المعالجات الرسومية المدمجة وأيضاً دعمها للذكاء الإصطناعي جداً ممتاز لديكم تقنية الـ Intel Deep Learning Boost وتقنية Vector Neural Network بكل تبسيط نستطيع تعلم الآلة والخلايا العصبية الموجودة بشكل سريع تنقل الأوامر وتعطيكم أداء أفضل دعم الذاكرة العشوائية صار على وصارت تدعم حتى تردد 3200 ميجا هيرتز من نوع DDR4 وأيضاً تدعم PCIe 4 الذي من 20 لين صار هنا نقل البيانات سيكون أفضل وكمثال توضيحي مبسط، لو لديكم كرت شاشة سيستخدم 16 خط من أصل العشرين ستبقى لديكم أربع خطوط وتقريباً ستستخدم لسعة NVMe أو بحسب الجهاز الذي تبنوه هنا استفادة PCIe 4 ستكون متوازية ومتكاملة بإذن الله المعالجات تدعم HDMI 2.0 وHBR 3 وهو High Betrate الثالث يعني تعطي سرعة نقل بيانات عالية جداً في نقل الصور وتصل إلى 23.4 جيجا بيت في الثانية غالباً منفذ الـ DisplayPort 1.3 وفوق هي التي تستفيد من هذه التقنية وسوف تستطيع تعمل دقة 4K ب120 هيرتز من خلال هذا النوع من المنافذ أيضاً معالجات الجيل الهداعش تدعم USB 3.2 من جيلها الثاني والتي سرعة تصل إلى 20 جيجا بيت في الثانية وتدعم X8 دي اماي الجيل الثالث وتفيد في مضاعفة سرعة نقل البيانات بين المعالج وبين الـ Chipset في الموذر بورد بما أن تكلمت على أبرز الخصائص، دعونا نركز على المعالج i9 11900K وهذا الذي أختبره في هذا الفيديو لو تكلمنا على دقة التصنيع، فهي 14 نانوميتر المعالج يأتي بـ 8 أنوية ويعطي 16 خط وتردد 3.5 جيجا هيرتز يصل إلى 5.2 جيجا هيرتز باستخدام تقنية Intel Turbo Boost Max تكنولوجي الثالثة أو إلى 5.3 جيجا هيرتز باستخدام Intel Thermal Velocity Boost وبشكل مبسط التقنية، تكسر السرعة اعتماداً على ظروف المعالج وحرارته ونوع التبريد يعني المعالج حدث يساندكم في البوستنج، تخيلوا وين العام وين كنا يعني نفس المعالج في إدارة ذكية للحرارة التي عنده ويصبح يعطي فولت ويضبط أموره لكي يعطي بوست أكبر وأداء أعلى والحرارة هي التي تجعله يتراجع قليلاً أعطوا المعالج تبريد ويعطيكم أداء مع هذه التقنية المعالج أيضاً يأتي بمعالج رسومي مدمج هو Intel UHD Graphics 750 بتردد يصل إلى 1.3 جيجا هيرتز ويدعم تقنية 4K في العرض اللوحة الأم المستخدمة في هذا الاختبار هي Asus ROG Maximus 13 Hero هي من نوع Z590 اللوحة نفسها تدعم كسر السرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحكم بالتبريد بالذكاء الاصطناعي وإلغاء الضجيج باستخدام الذكاء الاصطناعي اللوحة تعطي تبريد حرارة جداً عالي وتدعم SLI من انفيديا وأيضاً تدعم تخزين انتل أوبتين وتقنية الاتصال للواي فاي 6E فكل التقنيات التي شرحتها في فيديوهات سابقة سأضع لكم رابطين حق انتل أوبتين وواي فاي 6E كرت الشاشة المستخدم هو من انفيديا وهو RTX 3080 Gaming OC 10G من جيجا بايت الكرت نفسه يجب معمارية الأمبير من انفيديا والتي تحسن تقنية تتبع لشعر Ray Tracing والDLSS والتي تزيد جودة الصورة والإطارات من خلال الذكاء الاصطناعي من ناحية التبريد، فالنسخة التي معنا تجيب ثلاث مراوح من نوع Wind Force ومعروفة بكفاءة التبريد أيضاً مصلوعة من مادة Graphine Nano Lubricant وهذه المادة تعطي المراوح عمر إضافي يصل إلى ضعفين مقارنة بباقي المراوح الذاكرة العشوائية من كينغستن بسعة 16 جيجا بايت من نوع DDR4 وبتردد 4266 ميجا هيرتز السعة التخزينية المستخدمة هي KC 2500 من كينغستن هذه السعة من نوع NVMe SSD تدعم PCIe بجيله الثالث وتعطي سرعة قراءة تخيلوا 3500 ميجا بيت في الثانية وكتابة 2900 ميجا بيت في الثانية في الثواني صار الكتابة والقراءة تصل إلى 3 جيجا بيت في الثانية يا جماعة، ما كان هذا الشيء موجود زمان فتخيلوا مقدار القدرة ذكاء اصطناعي معالج ممتاز كفاءة القرص الصلب وأيضاً نتكلم على كفاءة الذاكرة وضيفوا لها بالخلطة نفسها الكرت الجرافيكس شيء عجيب بالأداء لازم يطلع ولكن قبل أن أتكلم على الأداء ونتائجه المبرد المستخدم في المعالج مائي هو Arctic Liquid Freeze 2 يجلب ثلاث مراوح حجمه 360 ميلي وبالأصح مزودة الطاقة من Thermaltake Tough Power هي من نوع 80 بلس جولد والقدرة هي 1000 واط أجل التجربة للأداء في اختبار تطبيق PC Mark 10 أعطانا 5400 نقطة في اختبار تطبيق Geekbench 5 أعطى 1855 نقطة للنواة الواحدة و 10677 نقطة للأنوية المتعددة ومامكم مقارنة ما بين الأداء بهالمعالج ومعالجات مشابهة في تجربة الرسوميات والألعاب نعمل اختبارين الأول بمعالج الانتل الرسومي UHD Graphics 750 والثاني باستخدام RTX 3080 نبدأ بمعالج انتل الرسومي وباسم الله باختبار 3D Mark Time Spy أعطى 763 نقطة باختبار Counter Strike Global Offensive متوسط الإطارات كانت من 44 إلى 55 إطار في الإعدادات العالية ودقة الـ Full HD في لعبة Rocket League متوسط الإطارات كان يتراوح من 48 إلى 64 إطار في الإعدادات الـ Performance وبدقة الـ Full HD في لعبة Fortnite متوسط الإطارات من 37 إلى 45 في الإعدادات المتوسطة وبدقة 720 نأتي الآن لأختبار معالج i9 11900K من انتل مع كرت الـ NVIDIA RTX 3080 الاختبارات على دقة 4K وعلى أعلى إعدادات ممكنة في اختبار 3D Mark Time Spy أعطى 16424 نقطة ولم يكن مقارنة بين الأداء وبعد أجهزة ثانية في لعبة Doom Eternal متوسط الإطارات من 140 إلى 180 إطار في لعبة Death Stranding 5 مع تفعيل DLSS متوسط الإطارات من 136 إلى 162 في لعبة Fortnite مع تفعيل DLSS متوسط الإطارات من 186 إلى 121 إطار في الثانية كل الإختبارات تمت بالإعدادات العادية وليس لدينا أي أوفر كلاكينغ على نفس هذا الجهاز الذي بنائنا الأوفر كلاكينغ لعبة تعتمد على الشخص نفسه وماذا أريد أن يفعل أوفر كلاكينغ بالضبط؟ وأيضاً، عندما اختبرنا نفس المعالج مع الإنفيديا وبدون الإدفيديا وفي المعالج المدمج لكي أعطيتنا تجربة جداً كويسة توفر عليكم آلاف ريالات من ناحية شراء كرت قد يصل سعره إلى 12 ألف ريال حالياً كرت الإنفيديا 3080 يمكن أن التوفير هذا مناسب لبعض أنواع الألعاب والإحتياجات ولكن الأداء الخارق يأتي بسعر وهو الإنفيديا الذي نعطيناه دعوني أرجع إلى نفس المعالج وأقول لكم تفاصيل السعر تقريباً بحدود الـ 2100 ريال وأمامكم العملات الأخرى أيضاً، تفاصيل باقي القطع أضعها لكم في الفيديو وعلى فكرة، وصلني أيضاً معالج الآي فايف من سلسلة 11600K قولوا لي في التعليقات، هل أفعل مراجعة تفصيلية أم لا؟ وأجيل الملخص معالج الآي ناين 11900K إيجابيات، معالج قوي، يعطي أداء عالي في الاستخدامات الثقيلة مثل الألعاب والتصميم وأمور الرندرة دعم تقنية PCIe 4 والتي ستفرق كثيراً في سرعة نقل البيانات يقدم أداء جيد في الألعاب الخفيفة باستخدام المعالج الرسومي أما الأشياء التي تمنناها تكون أفضل استهلاكه للطاقة يعتبر عالي، ودقة التصنيع تعتبر متأخرة عن الأجيال الجديدة يحتاج أن تشتره مبرد لأنه لا يأتي معه مبرد في نفس الصندوق سعره يعتبر مرتفع نوعاً ما، لا ننسى مع النقص الكبير الذي يحدث في المزودات والمكونات والشاحن شيء عجيب في العالم، الأسعار ترتفع قليلاً قليلاً تجربة آي ناين عطتنا أداء جيداً هل إنتل كانوا بحاجة لأنهم يطلعون لنا هذا الجيل الـ 11 منه؟ هذا الأمر قلوا لي في التعليقات، ولكن الأداء قاد يتطور هل هو التطور الجذري؟ أيضاً بالنسبة لي أرى شيء مقبول، ولكن ليس بالشيء الخارق، لأننا نتحدث من سنة إلى سنة الآن أرخص لكم الموضوع أيضاً مرة ثانية وأقول أتمنى أن أعجبكم المعلومات الموجودة في هذا الفيديو أعطوا اللايك وسبسكرايب وقالوا لي في التعليقات، وماذا أريدكم في الفيديو الثاني؟ على فكرة، كم كارت لدينا موجودة 30 و 80 الآن؟ كم؟ 5 أو 6؟ 7 أريد أن أقوم بعمل شيء في السبعة كروت، أو ما رأيكم؟ أعطوني في التعليقات، والذي وصل له الفيديو بفعل هو مجيك نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفركم أتوب إليك، أراكم على خير بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر